ركس بالله ما هسيبه غير ما يعتذر إيه ده يا عمي؟ إيه ده هاشرح لك هاشرح لك يا أستاذ هو عملك إيه؟ يا عمي ما تطلب معاه عادي؟ أمي طلع لي صوت من منخير؟ يا باشا والله مش من منخيري أستاذ بعد إذنك تمسيكه كويس أوه عفلت من إيه ده أنا الأول افتقلت وناه استنيت شوية فضل ميكمل بقول لك إيه؟ مش أنا اللي يتعمل لي صوت من منخيرة يا باشا والله ما بعمل لك أصوات أنا صوتي كده ده صوتي وقل صوتك كده عندك اللحمية يعني؟ لا أنا خنزير ما تزعلش بني لا ما تغلطنيش فيك أنا ما قلتش كده ما تطلعش العيبة دي من بقلي لا أستاذ أنا خنزير حيوان مش عصدي أخوي عدي نفسك خلاص ما حصلش حاجة يا عم أنا باكن زبانك كل يوم لا حاول أرقوة ده إلا بالله يا عم خلاص أنا مش من دهي طب إنت عارف أنا شوية أحط وش في التينة ما تقطعش في نفسك كده يا عم الخنزير أنا مسامحك يا عم بجد أنت قلبك طيب قوي يا أستاذ أنا أعتيك لنا يا الله سامو عليكم والله إلا الدين أوي 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 أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح ما عرفش عزيز الخنزير بيعمل صوت إيه دايما عزيز بشوفه ميوت أنت عمري معرف صوته بس ممكن ألدلك بومبة دكتور نيك هاسلام من جامعة ميل بورني الأسترولية في مقال ليه عن الشتيمة بأسامي الحيوانات بيقول إن ساعته الشتيمة بتكون دلالة على صفة معينة في هذا الحيوان الفرقة والفرخة لو حد جابان القف عبتل ده وإنت مش مدي إخوانا لو واحد متلون ومسالج بتقول عليه حرباية ده يا عزيزي النوع الأول من الشتاين أما النوع الثاني إن إنت تشتم بالحيوان ذاته مش عشان صفة معينة ده هو كده في قينانته عموماً بين الشهور بالقرف والكره الحيوان ذاته زي ما تشتم حتى تقول له الله أنا خنزير شفت عزيزي إيه لازاي خنزير وأنا عزيزي تكتشف إن الخنزير مكروه بدون تفاصيل مشهور إنه هو كائن قذر وغبي وكسول المستثمر الجشع اللي مش رضي يبيع بيتقال عليه بيج مخلوق جشع بيأكل كل حاجة في طريقه حتى الزبالة في فيلم سنتش بريكتوب كان بينصحهم إنه هم يتخلصوا من الجثة عن طريق إنه هم يأكلوها للخنزير وده لإن فعلاً الخنزير بتاكل أي حاجة تحطوا قدامها حشرات زبالة جثث ميتة والناس يا عزيزي اللي بيربوا خنزير بيحكوا إنه هم كائنات متسولة متطلبة الله إيه أبو حميد بيفتحوا الدواليم والمخازن يعني والتلاجة كده ويقعدوا وبصوا عليها آه يا عزيزي الناس قالت كده فعلاً وأحياناً الخنزير بتبقى عدوانية مع الأشخاص اللي في ايديها أكل تفصيل الخنزير يا عزيزي طوله يا بلان أرض 70 سنتي ومع ذلك يا عزيزي وزنه بيوصل ل300 كيلو ده المتوسط ده الخنزير اللي هو إنشيف بعض الحالات يا عزيزي بيتعدى الطن الخنزير بتعتبر أسماً أساديات الأرضية نسبة دهون أعلى من أي كائن بري التفاصيل يا عزيزي وقعت الخنزير في شر أعماله من حوالي عزيزي عشر تلاف سنة لما كل حيوانات كانت خايفة وحذرة من البشر الخنزير تجاه لكل الخطر اللي بيوصلوا للبشر وقربوا منهم عشان بواي الأكل اللذيذة والمحاصيل والمكسرات اللي بيزرعوها يا باورين البتاع دي بتقول إيه كده؟ دهوال آه وهنا راح البشر أثروا الخنزير والبشر عزيزي لما لقوه حيوان ووزنه بيزيد بسرعة وطفز بيأكل أي حاجة قاله حلو ده قوي نربيه ونستقنسه وبالفعل عزيزي البشر استقنسه الخنزير البري بومبا والخنزير البرية مش نوع واحد عندك مثل الخنزير الوحشي الأفريقي وورد هوم أيوا عزيزي ده بومبا صحيح تبون كان عمال يأكل دود طول الفيلم أما عزيزي من نوع الثاني فهوها الخنزير القزم البيج مي هونج وده يا عزيزي صغير ممكن تحط في الجيب وهناك أيضاً البيبروسا أو البيج دير وده يا عزيزي خنزير غريب جداً أنياب وكانت سنان وطولت لحد ما اخترقت فكه لعلوي وخرجت بره عم بيه بقى يا عزيزي كل هذه الأشكال المشر استقنسه الويلد بور حتى عزيزي تلاقيه شبه الخنزير الأليفة ولكن رجليه أطول وشعره غامل وحتى جلده بني أو غامل وده عشان التمويه لو بيجري ورى فريسة سواء طيور أو تعبين أو بيستخبى من المفترسين زي النمر والأسود بخصوصاً عزيزي أنه بينشط في الليل والفجر أبي بقى يا عزيزي الخنزير المستقنسة فالمعظمها بيكون لونه بينك بمبي وده لأن جلدها بطل يفرز الميلانين اللي بيدي أصبها الملونة وده بسبب التربية الانتقائية ولسبب ما البشر حبوا الخنزير البينك أكتر غالباً عشان يتباهوا بيه قدام القبائل لكن غير بقى الفشخرة الخنزير اتربت في الأساس عشان لحبتها وفي المجتمعات الزرعية مثل مصر القديمة مثلاً كانوا بيستغلوها في الأراضي تغرز البذور برجليها وتخصى بالطربة فضلتها وأحين بيستخرجوا من سوايل جسمها علاجات للعيون أو يتحنوا صنانه مع مكونات تانية وتتحطى على الجروح البشر يا عزيزي استغلوا الخنزير زمان في كل حاجة إلا الأكل يا أبو حميد كان حرام وقتها؟ أه صح الخنزير يا عزيزي في مصر قديمة كمان كان محرم أو على الأقل في الطبقات العليا أو بين الكهنة كيرو دوت المؤرخ الإغريقي بيقول إن المصريين اعتقدوا إن الخنزير وحش نجس وأي مصري يلمس خنزير لازم يطهر نفسه في النيل ده يا عزيزي كان غالباً من أوائل المواقف الاتاخد ضد الخنزير وده غالباً بسبب عاداته مش دايماً يقول لك يا عزيزي لا تصارع خنزير في الواحل فتتسخ أنت ويستمتع هو ما هو من إيه؟ الخنزير يا عزيزي يموت ويتمر مخفضتين ويأكل الكذارة ما يهموش يشوف الزبالة والكذارة يحط عليه بصوت بيك تيستي وياكل وكمان يا عزيزي الخنزير كان مكروح عشان لحميته مضبوص بسرعة فكان ثقافات كتير ما تحبش تربيوة الصيف فحر الجزيرة العربية مثلاً كان صعب تقتل الخنزير وتاكل لحميته قبل ما اضبوص أسهل لك تتبح فرخة وتاكلها في نفس اليوم خير كده يا عزيزي الخنزير حيوانات عميدة ومسهلة في الحركة فكانت عدوة لنظام حياتهم اللي مبني على التنقل المستمر هو عايز يقعد ويفخد وياكل لكن في نفس الوقت يا عزيزي الخنزير بتولد بسرعة كبيرة ولو حصل جفاف ممكن تتبحى براحتك ولما المطرة ترجع هتجدد أعدادها من تاني أسرع من الغنم والمعيز والبقر لحد القرر الخامس قبل الميلاد الشرق الأوسط كان معتمد على أربع حيوانات فيما يخص اللحمة كانوا معتمدين بشكل أساسي الغنم والمعيز والبقر والخنزير لحد ما جات اليهودية وحرمت أكل الخنزير وجيه ذكره في سفر التفنير والخنزير لأنه يشق الظلف يعني حوافر المشقوقة زي حوافر الغنم والمعيز لكنه لا يكتر يعني مش من المكترات في إمتنا يا أبو حبيل اللي هي زي البقر والمعيز عندهم جهاز هبن يخليهم يبلعهم وبعدين لما يجوا يرتاحهم يرجعوا الأكل في بققهم اللي هو أجامد وخشوة وبعدين أتعاب ينزل الأكل في البطن وبعدين أقعد بقى في حتة كده مع كمباية الشاي وأم طلع الأكل تاني أمدغه بقى وأشرب كمباية الشاي كده قدام الحزير أكتره حتى عزيت دايما تلاقي المعيز والبقر كل شوية قاعدين بيمدغه كده الخنزير بقى عزيزي ما بيكترش معدته بسيطة زي معدة الإنسان عشان كده بيقال فهو ناجس لكم فمن لحمها لا تأكله وجثفيها لا تلمسه وبعد كده يجي الإسلام ويؤكد لك تحريب أكله إلا للضرورة إنما حرم عليكم الميتة تودمة ورحم الخنزير مش بس اللحمتها الإمام الرازي بيقول أجمعت الأمة على إن الخنزير بجميع أجزاؤه محرم لأن الخنزير من ساسه ودراسه مفيش حتة فيه بتترمي الفنانة الهولندية كريستين ماين درشتاما تتبهك الخنزير من ساعة نبت الدبع وجدتها بتخش في 185 مونتج كريمات بشرة صابون خميرة زبدة وأدوية ومواد دهان حتى عزيزي الرصاصات الأسلحة بيخش فيها الزاب وحمد مش حجمه كبير شوية بصناعتها يا عزيزي بصناعتها يا لزيز ده غير كمان لحمته اللي بالرغم من تحرمها في ديانتين كبار إيه اللي لقين من لحمة الخنزير يا عزيزي واسمها عزيزي مفاجأة أكتر لحمة بتتاكل في العالم إيه؟ مش الكاو؟ مش الكاو هاو أقول لك عطيلة يا عزيزي بغير الكاو طبعاً البقرة يا عزيزي هي المركز الثالث هاو؟ الكاو؟ مركز الثالث؟ هاو؟ مستتي يا عزيزي بفراية شيكن؟ المهم يا عزيزي التصنيف في المركز الأول الخنزير ثم الفراخ ثم البقر وده يا عزيزي لقي إن الخنزير إنتاجه ساحل وغزير ولكن حتى في الثقافات اللي بتاكله بتشوفه برضو حيوان قذر وخسيس الدكتورة ميلا بيجوي لم نحب الكلاب وبنأكل خنزير وبنلبس بقر بتقول إنها سألت طلبة عن صفات الكلب فرسوا صفات زي إنه هو لعبي حبوب زاكي بيحرصنا بعدها سألتهم عن الخنزير فقالوا إن روحته عرق وقذر وغبي وقبيح وكاسون وتخيل يا عم الله يسعم حك يا عم لا يسعم حك الدكتورة بعد كده بتسأل الأطفال كان واحد فيكم وشاف كلب فكله رفع إيده وبعدها سألتهم كان واحد فيكم وشاف خنزير طلبة قليلين رفعوا أديهم طب كونتوا اتباعكم عنه إزاي قالك شوفناه في الصور والأفلام وفي كتب والتلفزيون اللي حكالك عنه وإنت سدقته جي حكالي عنك أنا سدقته شي غريب جدا يا عزيزي إن رؤية الإنسان للخنزير في الحياة تكون نادرة كده أنا عارف طبعا إنه هو محرم في المنطقة بتاعتنا ولكنه حتى في معظم الدول سهل تشوف بقرة بترعة أكتر ما تشوف خنزير معينه زي ما قلت لك الخنزير اللي بتتربع عشان الأكل أكتر بكتير من البقر ولكن السبب في ده إن الخنزير بيحتاج ظروف حبس استثنائية ظروف بتبينه معفن وكسون وغبي لكن يا عزيزي عكس كده من القرن العشرين وتصنيف الخنزير على إنه يمنين الماشية ببقى هاش شيء دقيق لإنه بدأ يزاحم الكلاب كحيوان هليف لكن تربيته صعبة شويتين ثلاثة وده بسبب إن احتياجاته معقدة وبيحتاج تتواصل معه كتير وبيمارس الرياضة ومحتاج تبنيله ألعاب لإنه بيحتاج تحفيز ذهني دائم لإن يا عزيزي على عكس في الاعتقاد الساد الخنزير ليس كسون ما هواش برطة الخنزير حيقول نشيته عدواني دولة زي باكستان الخنزير فيها محرمة عشان 96% منها مسلمين ولكنها عزيزي موطن لحدث كبير جداً من الخنزير البري اليوريجن بورز أرفينهم في عشاتهم الخنزيري عزيزي مطلع عنهم بتاكل المحاصيل وبتهاجم الناس وبتخرب الممتلكات في حالة عزيزي من الشغب الخنزيري في باكستان والنشاط ده عزيزي مش دايماً في الشر الخنزير الأم في الطبيعة لما بتيجي تولد بتأذن نفسها عن القطيع بتمشي مسافة طويلة بتوصل لستة ونص كيلو متر بمطنها الكبيرة دي لحد ما تلاقي مكان آمن تولد فيه وتقضي ساعات بتمني عش للأطفال وعشان يوصل لك الجهد المبزول في بناء العش هليني أقول لك إن العش الواحد وزنه بيوصل لربع طن من النباتات فالخنزير عموماً بيحتاج حرية مطلقة ومساحة واسعة لأنه في العادي بيقضي اليوم بيشمشم ويحفر ويحشر منخيره العجيبة دي في كل حاجة منخير الخنزير حساسة جداً لللمس والشم بيشم بيها روايح تحت الأرض فتحات منخيرها واسعة عشان تتنفس أكتر وتبردت جسمها فتلاقها بتشخر على طول عشان بتخرج كمية هواة كبيرة وفي نفس الوقت المنخير مكونة من غدريق قوية عشان تزوق بيها الحاجات وده سلوك مشهور عند الخنزير اسمه الروتين بيزوق بمنخيره التربة والجمادات السلوك ده بيتغيرس فيهم منه هم أطفال لما بيزوقوا هم أطفال حلامات أمهم عشان تنزل لبن وبعد ما بيتفطموا بيفضل السلوك ده حاجة بتحديهم كمان يا عزيزي الخنزير مش بيتمرمغ في التينة قلة أدب هو ببساطة مسكين معندوش غدد عرقية من عرق يعني كفاياً هتبرد جسمه فبيعمل زي الفيل بيغطي نفسه بالتينة الخنزير اللي عيشة في بيئات بردة بتكون نظيفة تحتاجش تنزل في التينة زي يا عزيزي شاطئ الخنزير في جزر البهامة يا أبو حميد الخنزير راحت البهامة وأنا لأ خليك يا عزيزي في سيدي بيش اتنين مميز الخنزير هناك يا عزيزي بتتمرمغ في المية وبيأكله فريسكا وبينة كولادة وهناك يا عزيزي الفورمة بتبدأ من تنه وأنت طالع الخنزير يا عزيزي في الحقيقة حيوان نظيف ما بيعملش حمام في مكان قريب من عشته وأكله ولكنه يا عزيزي اللي أسف في الحبس ما عندهش اختيارات خنزير يا عزيزي حيوان ملول بيزهق من الروتين فكر يا عزيزي في إحساسك كده وانت مستني دورك في طبور أو صاحبك لطحك بالأربع ساعت موهو بيورمت الكوتشي ملل مؤلم دخيل بقى لو بتتعرض له بشكل مزمن ده عزيزي اللي بيحس بيه الخنزير في الحبس ما فيش حاجة تعمل كل يوم بيكرر نفس الحاجة الملل بيحصل للحيوانات لما تكون مدخلات الاستثارة بتاعتها قليلة بالبلد كده بحدش بينكشوا وفي نفس الوقت الدافع الاستثاري بتاعها عالي يعني هي عازة تنكش انت خنزيرة انت انت كالبا بتعريش تاكلة ملل وهنا عزيزي بيحصل للخنزية زي ما بيحصل لنا وقت ما بنزهق آلاء واكتقابوا أعرض نفسية ومراضية يبدأوا الخنزين يتخنقوا مع بعض بصوت عالي أولي يقعدوا يأكلوا لحد ما تجيلهم سمنة والتقفل مصادر ايه ده؟ فجأة تبع منه أقصد التقفل مفاصل طبعاً بس هي فرويديان سليب مالش فكر في المصادر عالي خالي عزيزي تجيب حيوان عنده فضول ده الخنزير عايز يستكشف ويشمشم ويشوف دنيا وتحطه في قفاص حديد ما يقدرش حتى يلف جسمه فيها بيأكل ويتسمن ويتكاثر ولما يولدوا يقولوا يا رب الحمد اللي ربنا نزقني بعيال أتسلى بيهم يعزيل أولاده عنه المهم في يعزيل بيأة أنت ترص أكبر عدد من الخنزير مفيش فرصة لتكوين صداقة أو بحث عن الأمان وسط مجموعة خصوصاً لو أنت محبوس على أرض خراسانية صلبة وهنا مع الاكتئاب بيبدأوا يعانوا من القرح والإصابات في حالة عصبية مسجلة الخنزير اسمها Pro-Science Stress Syndrome دي زي يا عزيزي قال PTSD عند البنيادمين أو الترامة بعد الصدمة الخنزير يا عزيزي بيتشنج وبيقلق وبينهج ويظهر عليه طفح جلدي وأحياناً بيموت من الرعب والخوف وده طبعاً عكس انتبعاً عنهم إن هما ما بيحسوش خد يا عزيزي مفاجأة وتصريح خاص لبرنامجنا الخنزير مخلوقات حساسة جداً مش بس بيصرخ لو تقلم الخنزير بتصرخ لو حاسة بالإهانة صحيح ما فيش فيديوهات كتير للخنزير وهي في مراحل التربية والإنتاج ولكن في فيديو انتشر لخنزير وصاحبه بيوجيه بعصاية كده على كتفه ما هي يعني الطريقة المثالية في التعامل مع الخنزير والخنزير كان بيسرخ وليه للناس ساعت والخنزير بيعمل كده ليه الخنزير يا عزيزي بيعمل عشرين صوت مختلف شخير عمهامة تحذير ولكن أصعب طبعاً حنزير أصوات يا سريح الخنزير بيصرف أكتر شيء مرعب ممكن تسمعه في حياتك هو صراخ الخنزير في المجازر الخنزير يا عزيزي بتواجه ممارسات استثنائية سواء في التربية أو الحبسة أو الدبح فمثلاً لازم دلها يتقطع لأنها لما بتتوتر بتعود دلها غالباً بيتقطع من غير تخدير وحتى من غير أدوات حدها كمان مع شاشة عظمها وتسمنها فالخنزير ساعت نجليب تتكسر وبيتضرب عشان يمشي ده غير إن هم بيتجبهوا في أعداد مأولى وزحام كبير عمرهم ما كانوا بتعودين عليه الخنزير في الطبيعة بيعيشوا في قطيع قطيع مكون من عدد معين كل فرد فيه عارف التاني انتشفت يا عزيزي اللي أم لما كانت عايزة تولد مشئت ستة ونصف كيلو فمكتب عايزة مكان عايزة سبيس عايزة مساحة أما بقى في الحبس فكل يوم من نسبالهم بيكون عذاب ما بيسمعوش فيه غير سريخ أفراد عيدتهم طول الوقت تقدر تشوف قلة حيلة وحزن في عيونهم لا بس إشمال الخنزير يا أبو أحمد ما يكون لحيوانات المزرعة كده والفراخ ما هيبتقلق أكيد على كتكتها والبغر بيزعل لما بيفصلوا عن ولاده والخرفان عارفة أفراد قطعها أعندك حق يا عزيزي ولكن خلينا أقولك إن الخنزير في حتة تانية خالص في البهمة زي يا أبو أحمد ولكن يا عزيزي اللي عملنا القائمة بأسكى عشر حيوانات فالخنزير هيكون غالباً في الخامسة الأواية مش بين حيوانات المزرعة لا أنا باتكلم على حيوانات أسكية زي الدولفل والشمبنزي والفيل الخنزير مثلاً أسكى بالكلام وبتتعلم أسرع من الرئيسيات والدلفين بعد التجارب الباحثين جابوا أربع خنزير قدام فيديو جيم يحركوا الدراع بمن أخيرهم عشان يغبطوا نقطة في الحيطة الزرقة ولما النقطة بتتخبط في الحيطة الزرقة الخنزير بينزلوا أكيد الخنزير بسرعة فهموا وقدروا يلعبوها والبحثين بيقولوا إن كل الحيوان قدر يربط بين حركة الدراع واللي بيظهر على الشاشة فدي حاجة مش قليلة خصوصاً إنه حيوان ما عندوش صباح إبهام يحرك بيش جويستيك وكمان فارسايتد عنه طول نظر في رسل التجربة عزيزي الجهاز باز بقاش ينزلهم أكل لما يغبطوا النقطة في الحيطة الزرقة ولكن الخنزير كملت لعبة لمجرد إن الباحثين كانوا بيقولوا لها كلام حلو وكأن الخنزير بتتسلى باللعبة مؤلفة الدراسة دكتورة كندس كوروني بتقول إن الخنزير حساسة لطريقة تعاملنا معاهم وبيتأثروا بيها وقالت عن زكاء الخنزير الكلاب بتبص لك والقطة بتبص لك لكن الخنزير بتبص لك في عينيك جرب كده عايزيز بص في عين الخنزير هتشوف زكاء واضح كرب المناخير كده وبص كده في عينه هاي الهايكيو ده كنت بتلعب لعبة الاختلافات والت صغير ولا ايه تتسكي جداً وصحيح إن الباحثين مباهرين بسلوك الخنزير ولكن الكلام ده بالنسبة لأي حد شغال في مزرعة خنزير مش مفاكة خالص الخنزير دايماً بيقدروا يتلعبوا بأي موقف لحد ما يوصلوا لهم عايزينه يتمسكنه لحد ما يتمكنه الخنزير حيوان لمد وعنيد الباحثين في جامعة أطلس لارون جاموا كلب وخنزير صغنانين عمرهم أربع شهور عشان يشوفوا فرق التعامل بين ده وده معانا كبشر لما الباحثين بيدوم أكل كانت كلب والخنزير بيبصوا لوش الباحث ولما وقف توزيع الأكل الكلاب كانت بتبص ووش الباحث برده أما الخنزير كان بيتجاهلهم ويعمل حاجة تانية هو هنا فيهم يا عزيز فيهم من الباحث بيحلقوا عليهم طب يلا شوفوا بقى مين هيمشيك التجربة تي هو عند بعين هتقنسن عليها هخنزر عليهم في تجربة تانية الباحثين كانوا بيحطوا طبقين أكل ويجيبوا كلب وخنزير غير مضربين ويشوروا لهم على طبق واحد من الكلير الكلاب كانت بتروح على الطبق اللي بتشاور لهم عليه من الباحث لكن الخنزير كان بتروح على الطبق اللي هم عايزين بغض النظر تشاور لهم فين تجربة تي يا عزيزي بعض الناس بتفسرها إن الكلاب مطيعة والخنزير عنيدة هذا الفرق عزيزي بيحكي عن تاريخهم التطوري مع البناء أدمير كلاب مستقنسة من 15 ألف سنة عشان يشتغلوا جنباً لجنب مع البناء أدمير يحرصوهم ويستادوا معاهم الخنزير من أقل من 10 ألاف سنة ومش بتتربى عشان حراسة ولعب وهزار بتتربى عشان لحمتها التفرقة دي هي اللي سهمت في اختلاف الخنزير والكلاب في تعاملهم مع البشر من وهم في سن صغير الخنزير فعلاً من أكتر الحيوانات المظلومة في مملكة الحيوان الممارسات القاسية بتحصل مع أي حيوان لكن الصورة الزهنية اللي في دماغنا عن الخنزير إنه كتلة من الدهن ما بتحسش حيوان شرير يستهل كل أزع خلت التعامل معها يكون في غاية السوق وقفل آخر مجرد حيوان روح اللي بني عملنا عزيز إن احنا نطلق صفات بشرية على كائن غير بشري بنسبقه بصدغة أخلاقنا اللي ببنية على الشكل إحنا عمره ما بتعاملنا معاه تعاملنا معاه بالأنسانة أنتروفومورفزم طبقنا حاجات فينا كبشر عليه وده فضل يزيد مع تطور الحضارة وانعدام التصنى بالحياة البرية والعالم الطبيعي والكائنات الأخرى بقينا نكون انطبعاتنا عن الحيوانات عموماً من الكارتون والأفلام طبق بالنسبة للناس كتير الخنزير جشع والدوب لطيف والتعلق منكار والبومة حكيمة والقط بيأكل وينكر مع أنه مكلش ومنكرش صفات أكثر وقاية من الحيوان نفسه الإنسان القديم شاف الخنزير حيوان أو مكنة بتحول أي حاجة للحمة دخل له أي حاجة تطلع لك لحمة ودهون وبنسحتها وعجلة الإنتاج موقفتش ولكن النهاردة إحنا نعرف عن الخنزير أكتر وكده كده كل حيوانات تستاهل الرحمة وأكيد مش الزكاء هو المعيار ولكنه بيزود إدراكه بالألم النفسي والجسد فده أدعى أن أنت تبقى راحين بيه أكتر كل الديانات أمرت بالرحمة تحريم أكل حيوانات يا عزيزي ليس مبرد في أزيته فده يا عزيزي ليس مبرد إن إحنا نجزيهم بأي شكل من الأشكال بس كده يا عزيزي أخيراً وليس أخيراً ما تششوا في الحياة اللي فاتت والحاية اللي جاية ننزي بص على المصادر وإحنا على اليوتيوب نشترك على القناة فتكر دايماً يا عزيزي إن فيه ناس في حياتك لو الخنزير شافهم بيهو هيجري ليه يا بوحمد؟ لأن شخصياتهم زبالة اشتركوا في القناة